كليمنس يهوى الجاري وكان يجري عند التقاطع ليلا بما لبسه الدكنة ما دفع إلى إخفاله من قبل أحد سائق السيارات الأمر الذي أصابه بالضعر كاد يذهس قدمي وفي اللحظة الأخيرة تمكنت من سحبها إلا أنني فقدت توازني وأصيبت ركبتي نستحب كليمنس إلى موقع تمرين المرور في كولونيا ونلتقي جيد فهو خبير أمان ويعرف لا تقع الحوادث بالصدفة وهنا توجد بعض الطرق للخروج من هذه المعضلة وهذا يعتمد على رؤيتك للآخرين ورؤية الآخرين لك وتعرف تماما المقولة نسر أبيض على خلفية بيضاء ما يعني أنه لا يمكن رؤية أي شيء ولتفادي بعض المخاطر يجب تمييزها وهو تماما ما نرغب في اختباره كليمنس انطلق بصحبة خبير الأمان للسير على طريق مظلم جدا حيث يوجد اثنان من المشاعة على الطريق فما مدى سرعة التعرف عليهما هل بإمكاني وعلى هذا البعد الاستجابة في الوقت المناسب كم هو بعد المشاعة عنه؟ جيدو قاس المسافة فيما بعد وتصل إلى ثلاثين مترا الوصول إلى حالة التوقف التام للسيارة يكون بوجود عوامل ملائمة مثل جفاف الطريق ومثالية العجلات ولو افترضنا أن الفرملة تمت في هذا الموقع فسيكون الوقت ضيقا جدا وبالمقابل يمكن القيام بشيء ما الخبير يجلب النجدة في هذه الحقيبة الصغيرة قمت بإحضار بعض المعدات مثل مواد عاكسة فمثلا لدينا هنا أساور تسمح لنا برؤية أفضل في الظلام هذه الأساور معروفة بالتأكيد ولكنها غير مستخدمة هل فعلا لها تأثير واضح بالفعل في الظلام التام؟ حين يرى السائق هذه النقطة في الأسفل والأعلى فيربط ما شاهده بصورة خيالية التأثير يكون واضحا أن السائق بإمكانه أن يعرف مسبقا ما يواجه أمامه لتكون ردة فعله في الوقت المناسب وهو ما نرغب برؤيته يعود العداء للسائر في نفس الطريق بصحبة خبير التأمين المشاه يقفون على الطريق السريع مرتدين الأساور الآن أراهم رؤية أكثر وضوحا من قبل والآن كم تبعد مسافة الفرملة؟ جيدو يقيسها ثانية يظهر على عداد المسافة قيمة قدرها 107 أمتار أي يمكن التعرف على المشات من هذه المسافة على الأقل يمكن الكشف عن ملامح وإذا كانت هذه الملامح تتحرك أيضا فذلك يمكننا من كشف المخاطر وتجنبها ارتداء السطرة العاكسة يمكن من تحقيق رؤية على بعد 160 مترا وهو ملائم لمسافة فرملة تعادل ملعب ونصف ملعب كرة القدم هذا بمثابة تأمين على حياتي وأعرف الآن مدى الخطورة والسائق يدرك ذلك سريعا الصدمة في الظلام يمكن تجنبها بأساور عاكسة أو سطرات تقلل المخاطر للمشاه مرات عديدة ترجمة نانسي قنقر